كيف تكونوا بخير؟ اليوم سوف أشرح لكم كيف أعمل عجينة الورد الروسي بكل التفاصيل نرى الخطوات مع بعض السكاكين السكاكين الموجودة في المكتبات سوف نجهز المعجون على مرحلتين المكونات الموجودة في المرحلة الأولى الغرة ومناديل كلينكس عادية خالص حوالي خمس أو ست مناديل والمعيار بتاعي حوالي نص كوباية وده خلاط عشان يعني أخلط في المناديل وده برضو اختياري مش شرط يكون موجود ممكن نحط المناديل في طبق وأقطعها بإيدي وأخلطها برضو هتضوب معي بس طبعا ده يفضل ان هو يكون موجود مع الناس اللي بتعمل كميات كبيرة لكن انا هعمل تقريبا حوالي نص كيلو من المعجون فمش مهم قوي ان يكون معنا خلاط الخمس المناديل هحط عليهم نص كوباية مية وأخلطهم كويس بحيث ان هم يتقطعوا ويتفتتوا تماما وبعد كده يطلعوا معي بالشكل ده كانهم بضبط زي الفايبر اللي احنا يعني ناس كتير بتستخدمه طبعا ده يكون بديل برضو للمناديل بس انا شايفة ان المناديل افضل لان يعني صعب ان احنا نحصل على الفايبر من البات او من الدايبر بيكون الموضوع مكلف جدا لكن بالنسبة للمناديل بتدينا نفس النتيجة بالزبط وكمان هتكون متوفرة اكتر بعد ما صفينا المناديل كويس من المية هنضيف عليها نص كوباية من الغرة ونقلبها كويس جدا مع المناديل طبعا المناديل بتكون برضو مش ناشفة قوي يعني فيها برضو كمية من المية فا احنا مش هزود مية على الغرة وهقلبها كويس جدا وده شكل المعجون بعد ما المناديل ده بتف الغرة بتكون شكلها بالمنظر ده وكده خلصنا المرحلة الاولى هنشيلها على جنب وهنبدأ في المرحلة التانية هنجيب معنا اي قلب كبير او طبق كبير وهنبدأ نحط فيه اول حاجة تلت كوباية من الغرة المخفف بالمية بحيث ان هو يكون تقريبا نص غرة ونص مية بالشكل ده تقريبا 3 معالق غرة معاهم حوالي 3 او 4 معالق مية وهنفضيهم في الطبق بالشكل ده وبعد كده هنضيف ليهم نص كوباية من الورنيش المائي طبعا في المرحلة دي احنا ممكن نحط لون اكريليك ابيض او اي لون احنا عايزينه من الاكريليك بس انا حبيت احط ورنيش مائي عشان يقبل اي الوان ما يغيرليش الالوان لان طبعا لو حاطنا لون ابيض هيبدأ ان هو يخليلي اي لون هنحطه فاتح ومش هيطلع لي الالوان الغمئة وبعد كده هقلبهم كويس جدا تالت مكون معايا هو زيت بزرة الكتان هناخد بس منه معلقتين بالشكل ده برضو ما نقطرش منه قوي هما معلقتين بس او اقل ما نزودش عن كده برضو نقلب كويس قوي ولو مش موجود او متوفر عندنا زيت بزرة الكتان ممكن نستبدله بزيت البيبي اويل برضو هناخد منه معلقتين وهيدينا نفس النتيجة برضو اخر مكون معنا هو المعجون الجبسي هنبدأ ان احنا ناخد منه اربع انصاص او اربع معير يعني كوبايتين تقريبا هنضيف في الاول اول كوبايتين كده تدريجي ونقلبهم كويس وبعدين كوبايتين التانيين هنضيفهم بالتدريج في الاخر وفي المرحلة دي بس انا حابة اكلمكم شوية عن المعجون الجبسي لان جالي اسئلة كتير قوي عليه بالذات للناس اللي هي موجودة في بلاد تانية غير مصر يعني مش عارفين الاسم بتاع المعجون الجبسي ايه او مش متوفر عندهم او مش لقيينه هو عبارة عن معجون بودر بيتخلط بالمية وبيكون معنا معجون بيتعامل بيه الشقوق والفواصل اللي ما بين مثلا الفواصل بتاعة الجبسون بورد او الخشب اللي هي اللحمات اللي هي ما بين الخشب لان هو بيملى الاجزاء يعني هو معمول ان هو ما يتعامل بيه تخانات يعني لها سمك غير المعجون الحوائط اللي بيتعامل بيه السمك رفيع جدا على الحيطة فده مختلف تماما عن المعجون بتاع الحوائط هو معروف برا باسم جوينت كومباون ومعرفش بقى ممكن يكون يعني موجود في الدول العربية او في اي بلاد تانية باسم ايه بس هو دي استخداماته يعني لو حد عايز يشتريه مثلا بيسأل الشركة او المكان اللي بيبيع المنتجات بتاعة الدهانات ويسأله على الحاجة اللي احنا بنلحم بيها الفواصل اكيد هو غالبا موجود في كل الشركات يعني هنا في مصر موجود في كذا شركة مش في شركة واحدة زي كموايات البيعان الحديث موجود في شركة سافيتو وفيه اللي موجودة عند اغلب الناس اللي بيبيع الدهانات باسم معجون الممتاز وحقيقي انا بعتبره انه هو البديل الاول للبلستر اوف باريس اللي الناس كتير كلها بتستخدمها والمعجون ده اغلب الناس بتستخدم فيه البلاستر اوف باريس بس طبعا هو مش مدوفر عندنا في مصر ولا في اغلب الدول العربية فاحنا بنستخدم بداله المعجون الجبسي ويرب اكون كده وضحت لكم المعلومة عشان محدش تلغبتاني للمعجون الجبسي انا كده اضفت كوبايتين من المعجون الجبسي للخليط وقلبت كويس جدا ودي كانت النتيجة انا طبعا حسيت اني لسه في حبيبات كده بسيطة فهبدأ ان انا اصفيه وانا بضيفه على المعجون الاولين اللي انا كنت جهزته في الاول ممكن طبعا نصفيه في مصفة زي دي كده بس الافضل ان احنا لو عندنا قماشة زي الشاشة او التل بنصفيها فيه بيكون اسهل طبعا واسرع يعني دي بتاخد وقت شوية بس هي لقيت متوفرة معي يعني طبعا هفضل اقلبه كده كويس هتلاقيه هلاقيه بينزل معي انا صفيته في المرحلة دي قبل ما اضيف الكوبايتين التانين لانه لما بيضاف لي الكوبايتين التانين ما بقدرش ان انا اصفيه يعني بيكون جامد اوي معي ما بيعرفش ان انا اصفيه بالشكل ده لكن بعد كده هضيف الكوبايتين على المعجون ده لانه زي ما انتم شايفين هو سائل طبعا ده ما ينفعش اشتغل بيه كده لازم المعجون بتاع الورد الروسي بيكون تقيل جدا فانا لسه هضيف الكوبايتين بالتدريج هفضل بقى يعني حبة حبة ومن المعجون الجبسي انزلهم على المعجون ده وقلب كويس جدا اهم حاجة في المعجون ده التقليب اه هو بياخد مجهود شوية اه لو بنقلب بالايد عشان كده انا بقول لكم لو مسلا حد بيعمل كميات كبيرة لازم يبقى فيه اللي هو الخلاط الكهربائي اللي هو زي الشينيور كده مش عارفة بصراحة اسمه ايه بيبقى عند المحلات اللي بيبيع معدات وادوات الورش عشان يكون طبعا اسهل فيه التقليب بالنسبة للكميات كبيرة ونخلي بلنا برضو من السكنة المعجون لو احنا بنقلب بيها لان المعجون بيبقى قوي جدا وبيتقل معانا فممكن تتكسر فيفضل ان احنا نقلب بمعلقة ستنلس مسلا او حاجة تكون يعني حديد او كده بحيس ان هي ما تكسرش معانا اسناء التقليب دي كده رابع معيار انا ضفته للمعجون بتاعي واخر معيار كده انا ضيفت بالزبط كوب بيتين من المعجون الجبسي على المعجون اللي انا كونته في الاول طبعا هكتب لكم يعني المكونات بالتفصيل في صندوق الوصف وهقلب كويس بالشكل ده لحد ما حس ان المعجون معي بقى بيتقطع وانا بشده مش مش لسه بيمط معي لان وعلى فكرة هو كده لسه يبقى برضو محتاج لبودر تاني من المعجون بس انا طبعا هحتفظ به بالشكل ده شايفين بيتقطع معي ازاي وهي دي نتيجة لانا محتاجاها من المعجون وبعد كده هسيبه بقى في العلبة يعني هحاول انها نساوي العلبة كده بالشكل ده وهبدأ اغطيها كويس جدا ممكن نحط كيس بلاستيك وغطيها او لو انا متأكدة ان العلبة يعني احكمها كويس هقفلها واسيبها على الاقل 12 ساعة بعد 12 ساعة بلاقي ان المعجونك هو مختلف وتقل معي شوية ساعت عشان كمان اقدر احدد اه هو محتاج بودر تاني ولا لا بقفله كده وبسيبه لمدة 12 ساعة بعد 12 ساعة تقريبا بفتح على العلبة بالشكل ده بلاقي على الغطة كده نقط ميابة مساحة بتكون بخارت من المعجون بتاعي وبلاقيه شايفين زي ما انتو شايفين كده مسك وبقى اتقل دي بقى حتى صعب التقليب بتاعه انا بس فكيته كده عشان اه اشوف لو فيه تكتلات جوه او حاجة بس لقيته كله الحمد لله كويس لو لقينا ان هو نشف ممكن بنرش عليه رشد مية بسيطة جدا باي سبري مية وبنقلبه وزي ما انتو شايفين ده القوان بتاع المعجون بتاعي وعشان اتأكد المعجون محتاج بودر تاني ولا لا بفرده كده وببدأ ان انا اسحبه بالسكينة بالطريقة اللي احنا عارفينها بميل السكينة بالشكل ده وببدأ ان انا اسحب كده لو لقيته عمل اه فواصل في الجزء اللي ورا يعني شايفين كده يا نتيجة كده كويسة بس برضو لسه شايفين يعني ايه الخطوط دي اه اه نعمة مع بعضها وسايحة مع بعضها شوية لا انا عايزها تكون اه نشفى عن كده فببدأ ان انا ازود بودر حاجة بسيطة جدا ولو مش عايزة ازود البودر الجبسي بحط اه 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 بودرة تلك لو حاستينا ان البودر زادت مننا ممكن نزود اه المعجون تاني او بنرش رشة مية خفيفة جدا بحيث ان احنا نخلي القوام زي ما احنا اه اه اعايزين وطبعا الموضوع يبقى بالتدريب يعني مع الوقتة تبقوا عارفين القوام المناسب ان احنا نشتغل بيه على طول طبعا مهم ان كل شوية امسح وانضف السكينة اللي انا بشتغل بيه قبل ما اسحب المعجون بصوها اسحبه بالشكل ده هتلاقوا ان المعجون زبط معايا على السكينة وبيبقى متماسك بالشكل ده شايفين بحيث ان احنا لما نسيبه على اللوحة بتاعتنا يكون متماسك ونقدر نتحكم في شكل الورقة بحيث ان هي تكون اه اه يعني سبتة معنا مش اه سايبة فنقدر ان احنا نتحكم في شكل الورقة ودي النتيجة اللي احنا محتاجانها عشان نقدر نشتغل بيه على اللوحة على طول. المعجون ده كمان في ميزة حلو قوين هو بيقبل اي الوان. اه هنا ممكن هنستخدم معي الوان الزيت او الالوان البستل الالوان البستل طبعا عشان نستخدمها عليه لازم ان احنا نبشرها بالشكل ده باي حاجة كده. اه حدا بنقدر ان احنا اه يعني نعملها بسكينة او بكاتر او حتى بسكينة المعجون بالشكل ده. والبودر اللي بتنزل دي بنقلبها على المعجون. وهيدينا اه اللون اللي احنا عايزينه على طول. وزي طبعا زي ما قلت لكم انا مش حط على المعجون اي الوان فبيديني نفس الدرجة على طول مش بيديني افتح منها ولا اغم. واكيد طبعا كمان هو بيقبل الالوان الاكراليك. اه وبرضو بيدينا نفس النتيجة تقريبا. اه طبعا ما كل ما اللون بيكون سغير كل ما بيكون المعجون محتاج ان احنا نزود له بودر اكتر عشان اه نوصل القوام اللي احنا عايزينه. في الورقة الاولى دي انا استخدمت الالوان البستل. هنا هستخدم الوان الزيت. اه حاولت ان انا اعملكوا لون غامق شوية شانتشوفوا برضو ان هي هتطلع علينا الالوان مزبوطة. مش هتطلع علينا اللون فاتح. لان زي ما قلت لكم هي مفاش اي الوان تاني. بعد ما بقلب اللون كويس مع المعجون بابدأ اختبر المعجون بتاعي قبل ما اشتغل بي. واشوفوا ازا كان محتاج بودر ولا لا. هنا طبعا محتاج بودر. لان برضو الوان الزيت بيبقى فيها سوائل شوية بتخلي المعجون يطر معي. هقلب كويس لحد ما اوصل لقوام اللي انا عايزيه. بعد ما عملنا اللون الاخضر الغامق ده نحاول نعمل مع بعض ورقة شجر. دي طريقتها. انا طبعا هوريكو بالتفصيل بعد كده في فيديوهات تانية. ازاي نعمل ورقة الشجر باشكاله كتير. ازاي نعمل الورق بتاع الورد وانواع الورد. ان شاء الله يكون كورس كبير كامل. نقدر ان احنا يعني نلم فيه اكتر قدر ممكن من الورد الروسي والتكنيك اللي بيستخدم في عمل الورد بتاعه. نجي الورقة بالشكل ده. طبعا ممكن بعد كده بقى احنا نقسمها نشتغل عليها. نعمل منها احجام كبيرة. كل ده طبعا مع التدريب بيفرق معنا جد. هنا انا جبت طبق بورسلين اشتغل عليه العجينة عشان كنت شغالها على كرتون وطبعا بيتقطع مع الاستخدام. فافضل الحاجة ان احنا نستخدم حاجة بورسلين او زجاج. او حتى قطعة سراميك ونبدأ ان احنا نشتغل عليها. هنا هزبط المعجون بتاعي وهبدأ ان انا الونه بحيس ان احنا نعمل ورق متدرج نجرب فيه في الجزء ده. هقسم المعجون بتاعي الجزئين بالشكل ده. كل جزء هلونه آآ لون مختلف. انا هم محتاجة درجتين او تلات درجات. على حسب طبعا الديزاين بتاعي وعالحسب الوردة اللي انا بنكفزها. هنا مسلا انا اشتغلت باللون الاحمر الزيت. هي هتفتح معي شوية لان انا آآ آآ يعني هو بيخف اللون مش بيفتحه. فالاحمر طبعا لو انا عايزة اللون احمر احمر بحط اللون احمر غامض. وبحط طبعا منه كمية كبيرة. برضو هوريكو آآ في حلقات تانية ازاي نعمل اللون الاحمر يطلع مع عنا لون حلو. هنا انا استخدمت الاصفر الاكريليك. اللي انا كنت مكوناه. طبعا انتم عارفين آآ ان انا اللي بكون الالوان بتاعتي. وهسيب لكم برضو اللينك بتاع آآ آآ حلقة التكوين الالوان الاكريليكو في البيت. آآ في صندوق الوصف. وهنا حبيت اعمل درجة تالتة من اللون اللي هو البينك ده. آآ هعمل بقى البينك الفاتح خالص. اخدت جزء من المعجون واحط عليه حاجة بسيطة قوي من اللون البينك بحيس ان هو يبقى افتح درجة. بس عشان يبقى فيه اختلاف في تدريج الالوان وانا بشتغل. ببدأ احط الدرجات بتاعتي جنب بعض بالشكل ده. عشان لما اجي اصحب منهم اصحب منهم بتدريج يبقى متنسجم ومتناغم مع بعض وكده مايبقاش فيه فرق آآ في الالوان في الورقة الواحدة. وبعد كده باسحب الالوان بتاعتي. طبعا ده ورضو تكنيك ان انا باخد الورقة باخد يعني مسلا انا هاخد الناحية دي. فباخد الاول من الناحية التانية بحيس ان الحرف بتاعها يكون ناعم. مش بايز. ما فيه يعني طالع مستقيم كده من الحروف بتاعته. وكل ما باسحب كده بحاول انه نفرد الورقة بتاعتي عشان ما تتنيش على بعضها من ورا. او ما تلفش معايا. فتطلع كده وتكبر معايا. طبعا كل ما بحتاج حجم الوردة اكبر كل ما باخد كمية اكتر. طبعا انا شغلت بالسكينة صغيرة لاني بعمل وردة صغيرة. ممكن طبعا كل ما السكينة المقاس بتاعها بيكبر هو اللي بيتحكم في طول الورقة بتاعتي. لكن العرض بتاع الوردة ما فيش مشكلة انا ممكن ازوده او اقلله زي ما انا عايز. يعني بصوا كل ما باخد العرض بتاع الورقة بيزيد. وهي بتلف معايا زي ما انتوا شايفين كده. وطول ما هي متماسكة انا كده متأكدة ان العلينة بتاعتي آآ نكحة. يعني مش بتلقي التاني مش سايبة. لا متمسكة واقدرنا انا اشكلها. واعمل بيها الشكل اللي انا عايزاه. وبنفس الطريقة عملت الورقة التانية. بس طبعا بالاتجاه المعاكس للاسكينة بتاعتي. طبعا انا مش عامل هنا الوردة كاملة. انا بس بوريكو طريقة عمل الورقة بتاع الوردة. وكمان ورقة الشجر اللي كنا عملناها. هي تمسكت شوية فانا بس حطيتها كده جنبها. طبعا لو دوسنا عليها بت بتزبط مع الوردة. ودي ورقة انا كنت عاملاها من من بارح. زي ما انتوا شايفين هي نشفت كويس قوي. وعلى فكرة ما بيخدش وقت طويل قوي ان هو ينشف يعني ممكن خلال يومين بالكتير قوي بيكون لو احنا عاملين لوحة كبيرة مثلا عشان نتأكد ان هي نشفت كويس من جوة بتاخد لها تقريبا حوالي يومين. هنا طبعا انا قلبت كل بقى الوردة اللي انا عملته. الدنيل لون على اورنج شوية كده. وانا طبعا بشيل اي معجون عندي في علبة وبقفلها برضو كويس. وممكن احتفز بيها لمدة شهر او شهرين وممكن اكتر كمان. بس طبعا ممكن لو حسنا ان هي نشفت مننا مع الوقت ممكن بمية بترجع تاني يعني مية بسيطة بنشعة علي. بترجع تترى معي تاني. وبكده اكون خلصت معاكم طريقة عمل المعجون الروسي. ودي اللوحات اللي انا استخدمت فيها نفس المعجون بنفس المقدير اللي انا استخدمتها هنا. وان شاء الله الفترة الجاية هعمل معاكم لوحات نتعلم فيها كل التكنيكس الخاصة بالورد الروسي. لو في اي اسئلة اكتبولي في الكومنس وانا هرد عليكم. سلام.